إن عالم البحار عالم واسع ومثير للجدل لكونه يخفي العديد من الأسرار التي استطاع الإنسان معرفة بعضها وما زال في صدد معرفة المزيد منها فالبحار تحوي العديد من أنواع الكائنات الضخمة والتي تتصف بالعديد من الصفات وتميز كل نوع منها عن الآخر في هذا التقرير سنتحدث عن أكبر المخلوقات التي تعيش في بحار العالم ابقوا معنا يعرف بسلطعون العنكبوت الياباني وهو نوع من السرطانات البحرية التي تعيش في مياه المحيطة باليابان وهو يملك أكبر مدى ساق من أي مفصلي آخر والذي قد يصل امتداد رجله إلى 3.8 مترا أي ما يعادل 12 قدما ويبلغ وزنه 19 كيلو جراما يمكن العثور على الأفراد البالغة من حيوانات السلطعون العنكبوتية في مياه على عمق 600 متر أو في مياه ضحلة يصل عمقها حتى 50 مترا وهو نوع ضخم من أسماك القرش مغزلية الشكل يتواجد في جميع المياه السطحية لمحيطات العالم الرئيسية تشتهر هذه الأسماك بأحجامها الهائلة فقد عثر عبر السنين على أفراد وصل طولها إلى 6 أمتار أو أكثر أي ما يعادل 20 قدما وبلغ الزينتها 2268 كيلو جرام تصل هذه القروش إلى مرحلة النج عندما تبلغ من العمر حوالي 15 سنة ويصل أمد حياتها إلى حوالي 30 عاما يعتبر بعض العلماء أن القرش الأبيض الكبير هو أضخم الأسماك اللحمة البحرية وأحد أبرز مفترسات الثديات البحرية المعروفة قديما وحديثا وهو نوع من الرخويات يتوزع في شمال المحيط الهادئ عند ولاية كاليفورنيا وألسكا ويتواجد في كولومبيا البريطانية وشمال اليابان وروسيا يتكيف هذا النوع عند المياه الباردة الغنية بالأكسجين ويمكن القول بأن هذا النوع من أكبر الأخطبطات على الإطلاق يصل متوسط وزنه إلى 71 كيلو جراما ويتميز برؤوس منتفخة وبلون يميل إلى البني المحمر ويصل طولها مع امتداد الأضرع إلى 4.3 مترا قنديل البحر العملاق حيوان بحري آخر من الرخويات يصنف في شعبة اللاسعات شكله عبارة عن قرص شفاف وقوامه هولامي وله أطراف طويلة رفيعة هذا النوع من القنديل قالبا ما تعيش في المياه العميقة بعيدا عن السواحل وقد تم التقاط صور له من طرف القواص المصور تشارليز هوت حيث تفاجأ بمجموعة كبيرة من قنديل البحر العملاقة والتي انتشرت على مساحة ثمانية أميال مربعة ويبلغ وزن الواحد منها 35 كيلو جراما وقد يصل وزن بعضها إلى 204 كيلو جرامات وهو أشد أنواع الحبار هولا وضخامة بعد الحبار العظيم ويعتبر أيضا أكبر لا فقريات كما يكون هذا النوع من الحبار أكثر سكان المحيط غموضا وفضاعة برأسه الغريب والذي ينتهي بما يشبه منقار البغبغاء وجسمه الذي يشبه التوربيد وبالأطراف الطويلة المنتهية بمجسات مصة والتي يستخدمها في القبض على فريسته وعصرها ووضعت التقديرات الحالية لحجمه الأقصى بين 12 و14 مترا وذلك وفقا لتحليل عينات أصغر حجما وغير ناضجة مما يجعله أكبر لا فقريات المعروفة يعيش في شمال القارة القطبية الجنوبية إلى جنوب أمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا والطرف الجنوبي من نيوزيلندا الحوت الأزرق الحوت الأزرق أكبر الحيوانات التي عاشت على كوكب الأرض على الإطلاق يصل طولها إلى 30 مترا أما وزنها فيصل إلى 181 طنا وحجم لسانها فقط يعادل حجم فيل أما حجم قلبها فيعادل حجم سيارة صغيرة غالبا ما يظهر لونه باللون الأزرق إلا أن لونه الحقيقي مائلا إلى الرمادي ولون بطنه مائل إلى الصفرة بسبب وجود ملايين الكائنات الدقيقة التي تعيش بداخله يعيش في المياه القطبية صيفا بينما يهاجر مع حلول الشتاء باتجاه خط الاستواء ويتغذى على المخلوقات البحرية الصغيرة والتي تدعى لكريل حيث يتناول الحوت البالغ منها حوالي أربعة أطنان يوميا